من جديد أهلا بكم قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية الدكتور تيسير عمرو إن مؤتمر المانحين الذي سيعقد مطلع الشهر المقبل في العاصمة النرويجية أسلو يهدف إلى توفير مبلغ خمسة مليارات دولار على الأقل لعادة إعمار قطع غزة وضاف عمرو أن الرقم سيرتفع إلى أكثر من الضعف إذا أضيفت تعويضات للخسائر البشرية والبنية الاجتماعية وتتمثل الخسائر البشرية في استشهاد نحو 1900 فلسطيني وإصابة 9500 آخرين تهجير نصف مليون فلسطيني من بيوتهم التي لم تعد صالحة للاستخدام وتسريح 30 ألف عامل في المصانع وقطاعي الصيد والزراعة وارتفاع نسبة البطالة إلى 55% وفقدان 70% من إمدادات المياه و90% من إمدادات الطاقة الكهربائية كما أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة طوال شهر كامل عن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من أربعة مليارات دولار أمريكية وتدمير إسرائيل لـ 25% من البنية التحتية و85% من خطوط الاتصال بقيمة 600 مليون دولار أمريكية وتدمير أكثر من 9000 منزل بشكل جزئي وغير جزئي و188 مدرسة و6 جامعات و50 مسجدا وتدمير 134 مصنعا بقيمة 47 مليون دولار بالإضافة إلى 200 مليون دولار خسائر في القطاع الزراعي للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من قطاع غزة السيد عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنر وسيد عدنان أهلا بك الأرقام تبدو فضيعة والواقع على الأرض أفضع وأألم حدثنا عن مشاهداتك أنت في فلسطين من الجانب الرسمي ومن الجانب الإنساني بالنسبة للدمار في قطاع غزة بلا شك خلال يومين الماضيين كانت المشاهدات أكثر مما توقعنا التقديرات الأولية رغم أن لدينا صور للأقمار الصناعية لما حدث في غزة ولكن على الأرض كان الوضع يختلف تماما هناك مناطق جديدة اكتشفنا أنها مدمرة مثلا شمال شرق مدينة غزة في منطقة الصوراني كان هناك تدمير كبير لم يعرف أحد عن هذا الموضوع ولكن أنا أريد أن نكون حذرين من التجربة في موضوع الأرقام لا يعقل على الإطلاق أنه بعد خمس دقائق من وقف إطلاق النار يتم الإعلان عن أرقام يجب في البداية أن تخرج فرق البحث وتقدر نحن من جانبنا بدأنا هذا العمل كأونر لدينا مئات الفرق والمهندسين المتخصصين في هذا الموضوع وهم سيقدرون بحكم تجاربهم الكبيرة في هذا الموضوع حجم الخسارة الحقيقية هناك بلا شك ألاف البيوت التي دمرت والكثير من أضرار في الاقتصاد والعمل والزراعة وكل هذه الأمور ولكن نعتقد أننا بحاجة إلى بعض الوقت لأن الموضوع يتعلق بمانحين مانحين دوليين كبار لديهم فكرة لديهم صور أقمار صناعية أيضا ما قبل وما بعد العمليات العسكرية لذلك أنا أقترح على الجميع بصراحة أن ينتظر أسبوع عشرة أيام حتى نرى فعلا ونقدر حجم الخسارة الحقيقية حتى نقدمها للمانحين بصورة محترمة بصورة دقيقة هذا كلام عملي جدا ولكن هذه الأرقام التي ذكرناها والتي هي بطبيعة الحال موجودة في وسائل الإعلام هل تراها بعيدة تماما عن الواقع وأن حجم الكارثة ربما أضعاف هذا الذي قدمناه أنا لا أريد أن أدخل في الأرقام مرة أخرى ولكن هناك خسائر كبيرة بلا شك نتحدث عن تقديرات سيد أبو حسنة تقديرات لا أستطيع سيدي لا أستطيع اليوم فقط بدأت الفرق التابعة لنا وهي مئات الفرق بالتجول في كافة المناطق للحصول على تقديرات حقيقية ولكن هذه المرة يختلف عن المرات السابقة في شيء مهم جدا أن التدمير في البناء التحتية كان كبيرا التدمير في البناء التحتية كان كبيرا لدرجة غير معقولة خطوط المياه المجاري الكهرباء كل ما يتعلق وهذه أصلا بناء متهالكة فاليوم هذه العمليات استطاعت أن تقضي فعلا على الكثير من هذه البناء التحتية قد يكون هذا الموضوع له حسابات أخرى أنا أتكلم لك عن تجربة 2008 في 2008 كانت هناك أيضا أصوات تقول 6 مليارات دولار 7 مليارات دولار في النهاية المانحون دفعوا 500 مليون دولار لا أكثر ولا أقل هم دقيقون ونحن يجب أن نكون دقيقين ولكن إذا أردت أن تحسب حجم خسارة الإنتاج وخسارة القطاع الزراعي وهذه المزروعات كان من الممكن أن تدر كذا على هؤلاء الناس والطرق وما إلى ذلك بلا شك أن الرقم كبير جدا ولكن أعذرني أنا لست مخولا للحديث عن أرقام سيد أبو حسنة كم تحتاجون من الوقت لشمل هذه الخسار وجردها ووضعها في قائمة مبوبة معتمدة ربما في التفاوض الذي يجري الآن أو في جولات تفاوضية قادمة لمؤتمر المانحين يعني عملية الاتصال بالمانحين بدأت فعلا وهناك تبرعات بدأت تأتي في هذا الإطار يعني نحن لم ننتظر حتى تنتهي الحرب ولكن بدأنا هذه العمليات أنا أعتقد خلال الأسبوع من الآن سيكون هناك تقدير دقيق إن شاء الله تقف العمليات بصورة نهائية ولا نعود للقتال مرة أخرى ولكن خلال الأسبوع من الآن سيكون هناك تقدير حقيقي وواقعي لما حصل على سبيل المثال قطاع الصناعات اليوم أحصى ما لديه وقال أرقام قال 134 مصنع قال 47 مليون دولار هي أشياء محدودة استطاع اتحاد الصناعات أن يحصي هذه الأشياء ويقدر تماما عدد أو إجمالي الخسار وهذا شيء جميل وشيء علمي تماما نحن نريد من كافة الخطاعات أن تعمل بهذه الطريقة لا يخرج أحد ويقول 6 مليار إذن أزمة الأرقام أزمة حقيقية طيب سيد عدنان من فضلك تفضل بالبقاء معنا حتى نذهب إلى هذا التقرير حيث ما زال آلاف نازحين من المناطق التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية في إغطاء غزة موجودين في أماكن نزوحهم سيما مدارس الأنروا على الرغم من دخول هدنة الـ 72 ساعة يومها الثاني لعدم توفر مأوى لهم في ظل غياب حلول لهذه الأزمة الخطيرة حتى اللحظة نزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير مع مراسلنا خالد عودة تزداد الأسئلة مرارة يوما بعد يوم في قطاع غزة التي تفرزها المآسي التي يتسارع تكشفها مع دخول تهدئة الـ 72 ساعة يومها الثاني وأكثرها إلحاحا تلك المتعلقة بمئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى بفعل آلة الحرب الإسرائيلية المدمرة التي فتكت بأكثر من عشرة آلاف وستمائة منزل دمر منها ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون كليا تكتظ فصول هذه المدرسة بعائلات نازحة أغلبها من حي الشجاعية المسحوق وقد بدى عليهم الإحباط والضجر من حياة لم يألفوها فيما استبدل قلق بهاتين السيدتين النازحتين على مصير عائلته ما في ظل الغموض الذي ما زال مسيطراً على المشهد ومن لم ترهم تلك لم نتمكن نحن أيضاً من رؤيتهم فاتصالاتنا بالمسؤولين لم تتوقف لكنهم كانوا في اجتماعات مكثفة بزعم أنهم يتابعون مسؤوليتهم في هذه المدرسة ثلاثة آلاف وأربع مائة وأربعون نازحاً من أصل مئات آلاف النازحين في قطاع غزة الذين منفكوا يسألون دوماً مذهدمت إسرائيل بيوتهم ما هو المصير وإلى أين نذهب وما زالت الإجابة غائبة خالد عودة الغد العربي غزة فلسطين مرة أخرى لسيد عدنان أبو حسنى المتحدث باسم الأنر وتابعت معنا سيدي هذه المدارس التي يتراصف فيها الفلسطينيون اللاجئون أكثر من نصف مليون الدراسة ستبدأ الشهر القادم ما هي الخطة الطارئة ربما لإيجاد حل المدارس ونازحون فيها نعم هناك نقاش مستفيد حول هذا الموضوع بالذات لأن هناك 235 ألف طالب يجب أن يعودوا إلى مدارسهم بالإضافة أن هذه المدارس هناك الكثير من التدمير بسبب وجود الناس هذه المدارس ليست معدة كبيوت ولكن هي معدة لتدريس حتى الآن نحن لم نتخذ أي قرار نهائي حول هذا الموضوع لكن المشاورات مستمرة هل يتم تأجيل العام الدراسي هل يتم دفع بدل إيجار لهؤلاء الناس على أساس أن يستأجروا بيوت إن وجدت في قطاع غزة موضوع الخيام أيضا الكثير من الحلول المطروحة ولكن لم نصل إلى حل نهائي حول هذا الموضوع هناك حلول حول كما يحدث في سوريا على سبيل المثال نحن طبقنا نظام التعليم عن بعد بفضائية الأونروا يعني نطبق الآن هذا في سوريا في الملاجئ التي ذهب الناس إليها ولكن نرجو الله نصل إلى هذا الحل هذا الحل سيكون غير عمليا في قطاع غزة الحديث عن منطقة محاصرة مكتظة جدا ولكن هناك أزمة حقيقية هناك بعض الناس بدأت تعود إلى بيوتها يعني أول أمس كان لدينا 270 ألف الليلة لدينا 170 ألف يعني هناك 100 ألف تركوا المدارس مدارس الأونروا وعادوا إلى البيوت ولكن نحن أبقينا التسعين مدرسة المفتوحة كما هي مفتوحة لأن هؤلاء الناس هناك تخوف لا أحد لديه يقين عما سيحدث غدا ما بعد الهدنا سيستمر وقف إطلاق النار نعم لا يستمر لذلك نحن على أهبة الاستعداد لكن لن ندير ظهرنا للناس على الإطلاق سنبقى نقدم هل لديكم خطة فيما يتعلق بإعادة الإعمار في تصور أولي لمؤتمر المانحين عن عملية إدخال مواد البناء والإعمار لغزة هل من تصور أولي قدمتموه مثلا؟ نعم لدينا تصور نحن أطلقنا نداء اسمه نداء الاستغاثة العاجل لغزة طلبنا فيه بـ 187 مليون دولار من أجل توفير احتياجات الآنية الطعام والمواد الطبية دفع بعض الإيجارات أيضا إصلاح بعض البيوت هناك بيوت من الممكن أن تصلح ليس كل البيوت مدمرة هذه أيضا سندفع بدل إصلاح وضعنا من ضمن هذه الخطة من ضمن الـ 187 مليون دولار هناك بيوت من الممكن أن تدفع 5000 دولار ويتم إصلاح البيت هناك بعض الأعمدة شبابيك وما إلى ذلك هذه البيوت من الممكن أن يعاد إصلاحها فورا ويعود الناس إلى بيوتهم ولكن بالأساس ما نركز عليه نحن في رسائلنا للجميع للجانب الإسرائيلي سكرتير العام للأمم المتحدة للإتحاد الأوروبي نحن نريد أن تدخل مواد الإسمنت إلى قطاع غزة في لندن وفيه بعد الفاصل المالكي يرفض تدخلات الخارجية في الشان العراقي وإيران تبحث عن بديل للمالكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى